سلام المسيح و أهلا و سهلا بكم تحية عراقية إلك و إليك و وين ما بتكونه نتأمل هاليوم من سفر دانيال صاحب ثالث و العداد من 16 إلى 18 فأجاب شجرخ و ميشيخ و عبد نوغو و قالوا للملك يا نبوغة نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة و أن ينقذنا من يدك أيها الملك و إلا فليكن معلوما لك أيها الملك إننا لا نعبد آلهتك ولا نزجد للتمثال الذهب الذي نصبته الحدث هذا صار في مملكة بابل و لسبب أن الملك نبوغة نصر راد أن يسيطر على كل الناس بتوحيد الدين و كان عند رجال أسرة يهود يخافون الله الواحد خالق الكل أمر نبوغة نصر أنه كل من لا يزجد للتمثال بوقت أعطاء علامات أصوات موسيقى بيلقى في أتون النار شدرخ ميشخ و عبنوغو اللي نبوغة نصر غير أساميهم عن مرض يسيطر عليهم لكن ما قدر يغير قلوبهم و محبتهم للإله الحقيقي و العقوبة كانت رميهم في أتون النار لكن ردهم على العقوبة أنه إلهنا اللي نعبده يقدر أن ينجينا من أتون النار و من إيدك و هذا الموضوع ما راح نتناقشه و بعدين احنا ما راح نعبد إلى آلهتك و التمثال اللي سويته و هذا طبعا ثارغ غضب الملك الشرير و زود درجة حرارة أتون لسبع مرات ضعف العادي و هذا كان سبب أحراق الجنود اللي رموا الفتية في الأتون طبعا الفتية الثلاثة ما صار بهم شي ولا حتى ريحة النار طلعت من ملابسهم و الأغرب أنه الملك شافهم أربعة متلاثة الرب كان وياهم في أتون النار الرب هو هناك وياهم حماهم بسبب إيمانهم و اتكالهم عليه هو اعتمدوا عليه و ما خذلهم كل المحن اللي بتواجهها بحياتك كمؤمن الرب يكون وياك و بعد كل ما تدخل في أتون النار أو تدخل في محن ثانية بتطلع من عدها و انت فيك قوة جديدة في ثقة جديدة و في نور المسيح بيطلع من عندك أكثر وأكثر فلا تشيلهم بالظروف الصعبة اللي تمر بيها الله بينقي بيك و بيه أشياء جديدة من خلال أتون النار اللي بندخل بيه بحياتنا و ربي بارك يومك